أخبار فلسطين أيضا مشاهدين كانت حاضرة طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وهنا كما نرى في هذه المشاهد مظاهرة في مدينة ميلانو بإيطاليا تضامنا مع غزة وهذا بفرجين أن عهد ما زال التضامن العالمي عم بيكون بأكثر من مدينة عالمية إذن هذه المشاهد هي لمظاهرة بمدينة ميلانو الإيطالية تضامنا مع غزة وأيضا سأنقل لكم مشاهد أخرى أيضا تم تدولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الألاف يتظاهرون في برلين دعما لقطاع غزة وتنديدا بقرار السلطات الألمانية إلغاء مؤتمر حول فلسطين يعني بعد ما تم إلغاء هذا المؤتمر حول فلسطين وطبعا كلنا بنعرف يعني انحياز ألمانيا لإسرائيل بالطبع الألاف تظاهروا في برلين دعما لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية على كل حال مشاهدين إذن تتابعون كل التطورات وما يحدث في منطقتنا لحظة بلحظة عبر التلفزيون العربي إن كان على الشاشة أو أيضا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدنا أيضا بالأمس يعني عبر كل مواقع التواصل يعني العربي كان ببث مباشر عبر إنستغرام وعبر فيسبوك وعبر أيضا عبر تويتر وشاهدنا الألاف من المتابعين يتفاعلون مع ما ينقله التلفزيون العربي حول هذه القطية موسيقى